موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج كوشك الصحافة والذي نصلط الضوء فيه على أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية عن التطورات على مستوى الساحة اليمنية نبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع تغير نت والذي نقرأ فيه تفاقم الخلاف بين الحوثيين وصالح واللجنة الثورية توجه تحذيرا شديدا لصالح في موضوع آخر قوات الشرعية تحبط أكبر اختراقات التمرد الحوثي جنوبية عز عنوان الموقع حزب صالح يفصل عددا من قياداته أخبار بارزة تناولتها العنوين بشأن تفاصيل القرار الجمهوري الأخير الذي أصدره الرئيس هادي وجاء في الخبر أصدر الرئيس عبد الربو منصور هادي قرارين جمهوريين قضياء بتعيين نائبين لرئيس الجمهورية ورئيسان لمجلس الوزراء وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبا التي تسيطر عليها الشرعية القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2016 صدر بتعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية ونص القرار الثاني على تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الوزراء كما أصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين خالد بحاح مستشارا لرئيس الجمهورية نتحول إلى موقع مصدر أونلاين نستعرض أبرز ما ورد في صفحته الرئيسية مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في انفجار بسوق شمال مدينة إب إلى تعز طيران التحالف يسن غرات مكثفة على مدرية الوزعية في تعز والمقاومة تحاول التقدم إلى وسط البلاد قصف مدفعي متبادل بين المقاومة والحثيين في السوادية ولجردي بمحافظة البيضاء إلى تطورات الجانب السياسي الذي ركز الموقع على تصريحات وزير الدفاع السعودي فيه يقول الموقع في التفاصيل كشف وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان عن تواجد وفد من جماعة الحوثي المسلحة في العاصمة السعودية الرياض للحوار مع الحكومة اليمنية والجانب السعودي وقال بن سلمان في تصريحات لصحيفة بلومبرغ الأمريكية إن هناك تطورا مهما تجاه الحرب الدائرة في اليمن مؤكدا أنها تقترب من نهايتها في تطور لافت للحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام أضاف هناك تقدم ملموس في المفاوضات اليمنية وإنه على اتصال جيد مع الحوثيين وأن هناك وفدا منهم في الرياض حاليا وإن بلده تدفع باتجاه استغلال هذه الفرصة على الأرض لماذا لم تحرر تعز إلى الآن؟ تحت هذا التساؤل كتب فارع المسلمي مقالا ونشره موقع مصر أونلاين تحدث عن أسباب عدم تحرير تعز ويقول الكاتب هي بالمقاربة العسكرية معركة بسيطة وسهلة وإن كانت نوعية كما أن لتحريرها مكاسب عسكرية مهمة تأمين عدن أقلها وأكثرها المخى وباب المندب وبكل المقاييس القضية ليست قضية عجز ولا حتى صراع داخلي ضمن صراع النفوذ بين قوى التحالف نفسها وبين حلفائها الداخليين وتناقض في الأجندة والأولويات صحيح أن لتحالف أولويات عسكرية وأمنية مختلفة عن تلك التي لحلفائها اليمنيين لكن ذلك ليس كافيا وحده أيضا كتفسير صحيح أيضا أن البعض يحاول استخدامها كورقة ضغط إنسانية وسياسية لكن أثر ذلك محدود جدا لأسباب كثيرة ثم أنه سبب ثانوي هامشي جدا والقضية ليست بالتأكيد قوة صالح والحوث الضاربة في تعز فقد تم تخفيف الضغط الذي يمكن أن تشكله جبهة نهم مأرب عليهما القضية أكبر من هذا كله فكل الأطراف لها معركتها الخاصة مع تعز لأنها آخر حضور للجمهورية اليمنية بمعناها السياسي والتاريخي والجغرافي المباشر والذي ستترتب عنه أيضا نتائج المفاوضات وما بعد الحرب إن تعز هي الكاسرة الوحيدة لكل هذه المشاريع المناطقية أو التشضوية بمحركاتها الداخلية والإقليمية إن تحرر التعز فإن ذلك سيربك حسابات الحراك بمعناه السياسي إذ ستصبح الجزء الشمالي الوحيد المحرر بعد حدود ما قبل 1990 1990 ثم أنها تربك حسابات معسكر الخير والشر الفيدراليين المتحمسين والمشيطنين لأسباب عقلية وذهنية معينة تحرير تعز إذن هو تفتيت للكثير من الأشياء وللعديد من الأطراف وخلخلة لكل ما لا علاقة له باليمن واليمنيين وما قبل اليمن الجمهوري تعز بوضعها الحالي هي أقصى ترويض لليمن الجمهوري واليمن ما بعد 2011 تكلفة الفشل في تعز أقل من تحمل تكلفة الانتصار والسلام لأطراف عدة ولأسباب متعددة للغاية فلنطالع من موقع نيوز يمن أهم الأخبار والعنوين حكومة هذه تستبق مشاورات الكويت بتأكيدات عن اقتراب عودة مؤسسة الدولة إلى أحضانها عنوان الموقع أيضا نقابة الدبلوماسيين تطالب وزارة الخارجية إصدار قرارات التعيين والنقل وتلوح بالتصعيد نذهب إلى تفاصيل القصف الذي استهدف مستشفى في مأرب جاء في الخبر قتل ثلاثة بينهم طبيب وأصيب سبعة عشر آخرون بجروح إثر سقوط صاروخ أطلقه الإنقلابيون على مستشفى في مأرب شرق اليمن قال مصدر طبي إن الشخصين توفياء وطبيب فيما جرح سبعة عشر آخرون جراح اثنين منهما خطرة حينما سقط صاروخ كتيوشا بالقرب من بوابة هيئة مستشفى مأرب العام في مدينة مأرب عاصمة المحافظة أشر المصدر إلى أن الإنقلابيين الحوثيين يطلقون الصواريخ تجاه المدينة من صرواح التي ما يزالون يسيطرون عليها إلى موقع يمن مونيتر نستعرض أهم ما ورد فيه من أخبار وتطورات الحقوقيون اليمنيون ينددون بمحاكمة أحد معتنقي البهائية في صنعاء في عنوان آخر مراكز أبحاث أجنبية تقول مصير صالح في المفاوضات القادمة يعقد الحل في اليمن جاء أيضا في الموقع وزير الخارجية الهندية يقول الهندي المختطف في اليمن قد يفرج عنه قريبا ركز الموقع على تفاصيل القرارات الجمهورية وما جاء في تفاصيلها يقول الموقع كشف نص قرار الرئيس هادي أن إخفاق الحكومة وراء إقالة رئيسها فيما سيستمر الوزراء بالعمل بموجب قرار تكليفهم وقال قرار الرئيس اليمني التي نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن إقالة رئيس الحكومة خالد بحاح جاء نتيجة للإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيذ معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته أضاف الرئيس هادي في حيثيات قراره أن ذلك جاء بسبب الإخفاق خصوصا في دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة الأخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ولتحقيق ما يصب إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد ركز موقع صحوانت على العديد من الأخبار ومنها استمرار الإضراب في جميع صنعاء لليوم الثامن على التوالي في عنوان آخر الأمم المتحدة تدرب مراقبين للتحقق مع وقف إطلاق النار في اليمن تترق الموقع إلى تفاصيل الترحيب الصيني والمصري بالمفاوضات اليمنية المرتقبة ويقول الخبر أكدت مصر والصين دعمهما لجولة المحادثات بين الأطراف اليمنية في الكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري من أجل التوصل لحل سلمي ينهي الحرب في البلاد يتابع الموقع جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير طارق عادل المبعوث الخاص الصيني للشرق الأوسط بمقر وزارة الخارجية حيث بحث الجانبان عددا من قضايا المنطقة وعلى رأسها اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية أضاف الموقع وأكد الجانبان المصري والصيني دعمهما لوحدة واستقرار وسلامة اليمن وللرئيس هادي وحكومته الشرعية وضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 22-16 وأشاد الجانبان المصري والصيني بجهود المبعوث الأممي والسعودية ودول الخليج للتوصل إلى حل سلمي للأزمة وبمشاركة جميع الأطراف الفاعلة اليمنية والترحيب بعقد الجولة القادمة من المفاوضات في الكويت في تاريخ الثامن عشر من إبريل المقبل مع وقف لإطلاق النار بدءا من العاشر من الشهر ذاته نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع نقرأ في إب مقتل اثنين من عناصر الميليشيا وجرح آخرين في مواجهة مع المقاومة بحزم العدين عنوان آخر ورد في الموقع معارك عنيفة في الجوف والجيش والمقاومة يحاولان السيطرة على مواقع جديدة بغطاء جوي مكثف عنوان الموقع أيضا في أخباره قيادي في اللواء 22 في تعز يقول منتسب اللواء والمقاومة في خندق واحد بالجبهات للدفاع عن المدينة وتطهيرها من الميليشيا تناول الموقع خبر قيام امرأة بإغلاق مجمع تربوي فجأ طلاب ومدرس مجمع مصعب بن عمير التربوي في مدينة إب بإغلاق المجمع في وجوههم وبمنعهم من الدخول صباح اليوم الاثنين وأكد مراسل الموقع نقلا عن شهود عيانة أن امرأة قامت بإغلاق المجمع وتواجدت منذ ساعات الصباح الأولى في بوابة المجمع مانعة مرتدي المجمع من الدخول مصادر مطلعة أفادت للمراسل للموقع أن السبب يعود لقيام أحد المدرسين بضرب ابن المرأة في المجمع ثم أعقبه قيام بقية أبنائها بالاعتداء على المدرس بالضرب لتقوم والدته بإغلاق المجمع بالكامل مشاهدين الكرام قبل أن نتحاول إلى الصحافة العربية في أعدادها الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير يبقى معنا نعاود الترحب بكم مشاهدين الكرام نصحبكم في جولة الصحافة العربية البداية من صحيفة عكاظ السعودية عنونت في إحدى موضوعاتها بحاح يقول نقف على أعتاب صفحة جديدة من خدمة بلدنا تنقل الصحيفة عن رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح ومستشار الرئيس اليمني قوله إن حب الأوطان حق مشروع بين الجميع ولا حدود أمام تشميرك من أجله وفق المتاح والممكن مضيفا في أول رد فعل بعد إعفائه من منصبيه كل ما عليك هو أن تبذل ما بوسعك دون الالتفات أو الانشغال بما دون الغاية النبيلة وأوضح بحاح في منشور على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك أوردته صحيفة عكاظ السعودية إنه في الظروف الاعتيادية تعترض المسيرة تحديات وصعوبات ناهيك عن الظروف الاستثنائية والصعبة لكن أمام النوايا الصادقة والرغبة الحقيقية لفعل شيء من أجل الوطن تهون المصاعب ونتجلد جميعا أمام الشدائد وعلى القافلة أن تسير تابع نقف على أعتاب صفحة جديدة من خدمة بلدنا الحبيب وقد طوين صفحة سابقة أمام أبناء شعبنا العظيم الصابر وقبل ذلك أمام القسم الذي أقسمناه بأن نحافظ ونخدم مصالح هذا البلد المتخم بالجراح قال بحاح أيضا حاولنا جاهدين وفي ظروف معقدة وأمام مستجدات متسارعة أن نسهم بكل ما أتينا من قوة حيث الدولة ومؤسساتها وأدواتها المختصبة بيد الميليشيا وأكد بحاح إنه لا شيء أمامنا سوى الاستجابة لدداء الوطن والتاريخ سيحفظ كل ذلك إلى صحيفة الخليج علقت في إحدى موضوعاتها حول الشأن اليمني قالت انقلاب الحوثي وصالح أدخل البلد في أزمة هي الأسوأ في تاريخه حرب التمرد دمرت اقتصاد اليمن وفاقمت الوضع الإنساني تقول الصحيفة يخلق الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اليمن بعد عام من المعارك الطاحنة هواجس قلق كبيرة ليس في المجتمع المحلي وعلى مستوى معيشة الأفراد وحسب بل تعداه إلى الإقليم والمجتمع الدولي المطالبين بوضع حلول عاجلة لإنقاذ حياة ما يربع على 26 مليون نسمة تضيف الصحيفة الوضع الاقتصادي ازداد صعوبة عقب انقلاب ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع الصالح على الشرعية في اليمن الأمر الذي أدخل البلد في أزمة إنسانية هي الأسوأ له على مدار تاريخه الممتد لألاف السنين يقول عادل عفيف البوكيلي السفير السابق ومدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي لتنصيق الشؤون الإنسانية في اليمن قال إن الوضع الاقتصادي المؤلم الذي يعصف بحياة سكان اليمن هو نتاج الانتكاسة السياسية التي تعرضت لها البلاد شأنه في ذلك شأن العديد من الدول العربية بسبب المتغيرات المتسارعة في المنطقة يضيف البوكيلي شملت الأثار الاقتصادية للحرب جميع القطاعات الاقتصادية في البلد فهناك قطاعات اقتصادية توقفت بشكل كلي وأخرى تقلص نشاطها نتيجة تحمل القطاع الخاص لأعباء إضافية تهدد استمراريته ووفقا لمدير مكتب منظمة التعاون فقد أدى ذلك إلى فقدان مئات الآلاف لوظائفهم ومصادر دخلهم إضافة إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مزمنة متمثلة في عجز موازنة الدولة الناتج عن الانخفاض الكبير في الإرادات وتسخير الميليشيات الإنقلابية لموارد الدولة لأغراض عسكرية الحل اليمني ومفاوضات الكويت تحت هذا العنوان كذب السعودي عبدالله بن بيجاد العتيبي مقالا في صحيفة الاتحاد الإماراتية وقال العتيبي بدى واضحا أن نمور إيران الورقية الميليشوية بدأت تتساقط لقد ثبت اليوم أن قوة الشرعية في اليمن المدعومة بشرعية عربية ودولية هي أقوى بكثير من قوة الميليشيات الإيرانية ولولا مشروع إيران لإضعاف الدول العربية لما كان لتلك الميليشيات أي قيمة أو دور يصح هذا في الدولة اللبنانية والموقف من ميليشيا حزب الله اللبناني كما يصحه في الدولة اليمنية والموقف من ميليشيا الحثي لم يكن من مقصود الحرب في اليمن القضاء على مكونات يمنية بأي حال من الأحوال بل كان المقصود هو القضاء المبرم على الإنقلاب على الشرعية وضرب رأس الأفعال الإيرانية في اليمن وتكسير مجادي في أنصارها وحلفائها داخل اليمن من الطابور الخامس الخائل لدولته وشعبه والانتصارات السياسية المضفرة قد لا تحسم في ساحة المعركة بل على طاولة المفاوضات من الصعب الإصرار على الحسم بالقوة المسلحة ما دام بالإمكان تحصيل كل الأهداف بأقل الخسائر وفق منطق خاص يتفهم أبعاد الأزمة اليمنية وتشعباتها تاريخيا واجتماعيا وسياسيا ماضيا وحاضرا ومستقبلا وهنا يأتي الفرق الكبير بين الأخ المنتصر وبين القوة التخريبية الغاشمة لعدو خارجه حروب كبرى على طاولة التاريخ وعرض الجغرافية تم حسمها على طاولة التفاوض بعد فرض الشروط بالقوة على الأرض وهي أكثر من أن تحصى فحين يعلم كل طرف حجمه الطبيعي تعود الأمور لمجراها ويتم تعديل الإنحراف ولجم الإنقلاب وتحجيم الميليشيات والقضاء على الخونة أخيرا أمام الحوث والمخلوع خيران الإنصياع وتجرع السم وفتح الطريق لمستقبل اليمن أو المعاندة والمكابرة التي تجر استمرار الويلات والهزائم وتعيدهم بالقوة للخيار الأول وهو ما سيحصل في النهاية ومن ثم تنطلق عملية إعادة إعمار اليمن بأيدي أبنائها ودعم أشقائه إلى صحيفة العرب الجديد والتي اهتمت بواحدة من المناطق التي تشهد حربا شرسة من قبل الميليشيا عنوانة الصحيفة الحجرية اليمنية في تعز عقدة تاريخية لصالح والحوثيين تقول العرب الجديد في جنوب مدينة تعز اليمنية تمتد سلسلة جبلية طويلة تحوى قراء هي الأكثر كثافة سكانية بالنسبة إلى محافظة تعز هذه البقعة الوعرة والخصبة من الأرض هي الحجرية تقول الصحيفة الصادرة في الدوحة إن هذه المنطقة شكلت العقدة الأكبر لنظام الرئيس المخلوع صالح ولطالما ظلت شائكة عليه ومعيقة للخطوات الارتجالية لحكمه تفيد الصحيفة يستميت صالح وامليشيات الحوثيين من أجل إخضاع المنطقة لسلطتهما في الحرب الحالية ففي الثالث والعشرين من مارس 2015 دخلت عربات عسكرية تابعة للانقلابيين إلى إدارة أم مدينة التربة واستولت عليها كان نظام الانقلاب الجديد بقيادة عبد الملك الحوثي قد اعتقد إنه بهذا الفعل سيطر على عشر مدريات في تعز خدير الصلو حيفان سامع الشميتين المواسط جبل حبشي المعاثر الوازعية والمقاطرة في الوقت الذي كانت فيه البلاد لا تزال تعيش حالة من الصدمة عن كيفية تخلي الدولة عن وجودها وتسليم مناطقها للميليشيات تضيف الصحيفة يسمي المؤرخون منطقة الحجرية ريف محافظة عدن على الرغم من أنها تتبع جغرافيا لمدينة تعز ذلك أن مجاورة هذه المنطقة بمحافظة عدن الجنوبية التي كانت عاصمة الدولة الاشتراكية شجع أبناء المنطقة على الالتحاق بالتعليم في ظل الحكم الشمولي فيما كانت ترزح محافظة تعز تحت حكم الأئمة يجندون شباباً للقتل والموت تحت هذا العنوان كذب السوري وليد البني مقالاً في العربي عن الطريقة التي تتبعها الميليشيات في تجنيد الشباب وفي حثهم على السير في طرق محفوفة بالمخاطر والضياع وقال الكاتب يستخدم قادة إيران قدرات أتباعهم الخطابية من أمثال نصر الله في لبنان والحوثي في اليمن وبعض رجال الدين في العراق للتغرير بالشباب وإرسالهم إلى الموت في مقابل المال الذي تقدمه إيران لهذه الميليشيات والزعمائها والذي يجري منعه عن الشعب الإيراني في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتحسين مستوى معيشته ليتم إرسال ثرواته إلى هذه الميليشيات واستخدامه في تأجيج نار فتنة مذهبية في المنطقة لن تتوقف عند حدود سوريا والعراق واليمن ولبنان بل ستتجاوزها لتشمل المنطقة بمجتمعاتها ودولها الطريقة نفسها والتكتيك الإعلامي نفسه يتبعهما داعش والقاعدة في المقلب الآخر لتجنيد شباب عرب ومسلمين آخرين شباب في العشرينيات يتم استغلال اندفاعهم ويتم تجنيدهم لإرسالهم إلى الموت بعد غسل أدمغتهم بالحديث عن الشهادة والحريات والجنة الموعودة الغالبية الساحقة ممن يتم تجنيدهم في الطرفين هم من الشباب العربي والأرض التي يتقاتل عليها الطرفان عربية وجميع الكوارث وكل الدمار الناتج عن هذا الاقتتال يصيب مدنا وقرى عربية ويدمر بنية المجتمعات العربية بينما يبقى المستفيدون من ذلك كله في تل أبيب وطهران في منأ عن كل تلك الكوارث وكل ذلك الدمار تعاني منطقتنا العربية اليوم نوعا من الفراغ نتيجة غياب مشروع وطني حضاري يمكن أن يجمع طاقات هؤلاء الشباب ويوحدها باتجاه القضاء على الاستبداد والفساد وإعادة بناء دولهم ومجتمعاتهم لتواكب العصر خصوصا أنها مجتمعات شابة مليئة بالطاقات التي لو تم دفعها إلى الطريق الصحيح لرفعت دولنا ومجتمعاتنا إلى مراتب الدول الأرقى والأجمل في العالم إلى صحيفة الميان والتي تابعت إحدى الموضوعات علقت الانقلابيون يعتقلون عشرات النشطين في عدد من المحافظات قالت الصحيفة مع تلقيهم ضربات موجعة شن الانقلابيون حملة اعتقالات طالت العشرات من النشطاء في محافظات إب والبيضاء وحجة وفق ما أكدت مصادر حقوقية وذكرت تلك المصادر أن الانقلابيين اختطفوا القيادة في مدينة إب فؤاد الوصابي من أحد الأسواق واقتادوه إلى جهة مجهولة قبل أن تقتحم منزله وتعبث بمحتوياته وتنهبها في مدينة يريم الواقعة شرق المحافظة قامت الميليشيات باختطاف ناشطين بتهمة تأييد التحالف العربي حيث اختطفت مدير فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة عبدالله جرول والنشطاء عبدالكريم الأقرع وعمر الأقرع وفضل النجار ومصطفى النهمي تضيف الميان وفي مدرية العدين غرب مدينة إب اقتحم المسلحون الانقلابيون مدارس عدة واقتادوا عددا من المعلمين العاملين فيها بحجة تأييد التحالف تختم الصحيفة؟ في مدرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد اقتحم الحثيون عددا من القرى واختطفوا ناشطين واقتدوهم إلى أماكن مجهولة لماذا من الخطأ الحديث عن فشل الانتفاضات العربية؟ يجيب علينا الكاتب مارك مارك لينش أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن في مقاله المنشور في الواشنطن بوست وقال فيه وصف الانتفاضات العربية بالفشل ببساطة لا يعكس تماما كم حولت هذه الانتفاضات كل واحد من الأبعاد السياسية في المنطقة فقد أصبح استبدادي اليوم أكثر قمعا لكنهم أصبحوا أقل استقرارا وأكثر خوفا وأقل قدرة بالطراد على إدامة هيمنتهم ومع انهيار أسعار النفط وتصاعد مشاعر السخط الشعبية مرة أخرى من الواضح أن تحدي الجلي للانتفاضة العربية ما يزال مستمرا في التكشف ولا يشكله معيار النجاح أو الفشل طريقة مناسبة ومفيدة لفهم العمليات الاجتماعية والسياسية الجارية الآن في المنطقة بدلا من النتائج المبنية على الثنائيات المتعارضة شرع العلماء السياسيون في إجراء فحص أكثر قربا للأشكال والأنماط السياسية التي ولدتها الانتفاضات العربية ويمكن تناول السياسات الجديدة التي أنجبتها الانتفاضات العربية على مستويات متعددة من التحليل بما في ذلك العلاقات الإقليمية والدولية والأنظمة والدول والأفكار بعد خمس سنوات من بدء الانتفاضات العربية لم يعد يكفي بعد الآن تصنيف الحالات كنجاحات وإخفاقات فقد اتخذت أنظمة سياسية جديدة شكلا ويجب أن تفهم ضمن سياقاتها وشروطها الخاصة وأصبحت السلطة تتدفق الآن عبر المؤسسات والشبكات المختلفة كما تطورت تحالفات وهوايات وأفكار سياسية إقليمية جديدة وصلنا إلى ختام حلقات كشكش صحافة ونغتبها بالكاريكاتور وحتى ألقاكم في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة